أهلاً بكم على الشاشة الغد أبدأ معك سيد يعقوب الغارات الإسرائيلية وصلت إلى محافظة بعلبك الهرمى الشرق لبنان وهناك كان في أيام سابقة خروقات جغرافية طالت ساحات عدة في لبنان ما دلالات هذه الخروقات برأيك؟ أولاً من أول حرب غزة صار في غارات الشريط الحدودي أصبح أنا لست مقتنع أنه يوجد تطور في الاعتداء الإسرائيلي علماً أنه اليوم مساء اليوم صار في غارات وهمية من الطيران الإسرائيلي فوق العاصمة بيرون وفكرة أنه سوف تتوسع رطعة القصف أو الاعتداءات أنا ضدها لأنه من أول حرب غزة صار في غارات طارج الشريط الحدودي وطالت حتى عجل الفخار اللي هي بالبقاء وطالت بعلبك كمان يعني أنت تنى اليوم أنه ما يحدث اليوم في الجنوب اللبناني هو بمثابة حرب حقيقية مفتوحة؟ ليست حرب حقيقية مفتوحة بالنظرة الاستراتيجية إذ أنه ليس يوجد اشتياح ولا يوجد معارك فعلية بتلاسق أو بتتاخم جيشان ولا يوجد نية لدى الإسرائيلي حالياً وبرأيي لدى المقاومة اللبنانية بالتواغل بقطع الحدود وبتواغل في الأراضي اللبنانية أو في الأراضي الفلسطينية أصبع ما فينا نسميها حرب لكن هو قصف متبادل استراتيجية المقاومة كانت واضحة من أول يوم الأولوية الأولى هي وقف أطلاق النار في غزة والإثبات أن جبهة لبنان هي جبهة مساندة فقط هو التزام المقاومة اللبنانية بأي شرط طرد به المقاومة الفلسطينية وهذا ما قاله